اشتركوا في القناة العملات الرقمية والعملات المشفرة صارت تستحوز على جزء كبير من الاقتصاد العالمي فكان لزاما ولا بد أن نرى توقعت هذه العملات وإلى أين ذاهبة وأيضا العملات الورقية حول هذا الموضوع وقد الترحيب بالأستاذ سعد الرئيس الخبير الاقتصادي والماريس السعد أهلا بكم أستاذ سعد إذا أردنا أن نشرح بإجازة لكي يفهم المستمع ما الفرق بين العمل الرقمية والعمل المشفرة طيب هلأ بنا نقلب الموجة من مصر إلى العملات الوشفرة العملات المشفرة هي البيتكوين وأخواتها اللي هي التي لا تمتلك بنك مركزي وليس لها ضبط يعني من الممكن أن يخرج إنسان بارز في الأرض أو مؤسسة بارزة بالأرض أن تتلفظ بلفظ أو تويته بتويتر ترفع أو تنزل العمل المشفرة آلاف الدولارات أما العملات المشفرة مثل ما حكينا البيتكوين وأخواتها بيتكوين والداتكوين والكلها نعم هذول العمل الرقمية هي الدولار اليورو الستيرلينغ الليرات التركية إلى آخره الرقميين الذين لهم بنك مركزي ولهم ضبط ولا يمكن التحكم بحركاتهم التزبزبية هل يوجد عملات رقمية؟ إلى الآن رقمية لا ولكن هذا العام من المتوقع الليرات التركية الدولار الرقمي وأعتقد الستيرلينغ أعتقد ممكن هذا واليوان الصيني الرقمي أعتقد وبالتالي الحقيقة الكرة الأرضية يريدون الأمان أولا يريدون السرعة الحقيقة مثل العملات المشفرة فيه سرعة مثل الواتساب أنا ببعت لك مبلغ أو بتبعت لي مبلغ بالعملات المشفرة مثل الواتساب ولكن ما فيه أمان طيب ما الحل أن يتم استبدال العملات الورقية الحالية مثل الدولار والليورو والستيرلينغ واليان واليوان إلى آخره إلى ديجيتل إلى الرقمي فمننا من غطي الأمان وهو الأساس ثم من غطي السرعة وبالتالي باختصار هذا هو الفرق بين العملات المشفرة والعملات الرقمية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة